احزاب اللقاء المشترك تحيي الذكرى الخامسة لمجزرة جمعة الكرامة تحت عنوان دماء تصنع النصر لو لا الاعلام لما كان لجمعة الكرامة هذه الهالة الكبيرة التي حدثت او نقلت عبر مستوى العالم ووصلت الى تداعياتها وشكلت حقر الزاوية لاسقاط نظام المخلوع علي عبدالله صالح لو لا الاعلام لكانت ساحة التغيير في الضط وانتهى كل شيء دون ان يعلم العالم شيء وانتهى كل شيء بدأ الارهاب بصورة فاضحة وقبيحة باليمن بتاريخ 17-3-2011 ميلادية يوم كشف الحاكم عن وجهه القبيح بقتل العشرات من شباب الثورة السلبينين بساحة التغيير بصنعاء هذه القريمة عرت النظام كما سبق وقال الأخ عبدالحكيم إعلامياً فضح النظام وعرته تماماً أمام أصدقائه وأعدائه وأسقطت ورقة التوت عنه وبالتالي بدأت دول الإقريم تتحرك في إطار مجلس التعاون الخليجي عالمياً عالمياً أيضاً منظمات حقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني وكالات الأنباء القنوات الفضائية كل تلك بدأت تتحدث عن اليمن وعما يقري في اليمن من جرائم نقول لهم نحن مع الشعب وانتم معه وخلونا يسرح لا رقعوا قتل شعبنا قوعوا روعوا وقت صدعوا قالوا لا ما أملنا إلا أبو أحمد ولو مش أبو أحمد يكون أحمد لأنه في النهاية ما يصلحش السلطة إلا لهذا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليها الآن ومع ذلك ما زال عندنا الأمل بأنه حتى وقد قرحت سلميتنا وما زال عندنا الأمل وما زلنا نتطلع لمستقبل بهي المعركة ما زالت مستضرة من يوم جمعة الكرامة ولنفس الهدف وضد نفس المشروع الإمامية السلالية لاستبدادي ولا زال الشعب اليمني يدفع ثمانا لحريته وكرامته وسينتصر الشعب محمد يوسف لقناة سهيل